بسم الله الرحمن الرحيم الله يمسيكم بالخير تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم للحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الاقتصادية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية وضعت وزارة الأشغال العامة والإسكان خطة لاستئناف العمل في قطاعات الإنشاءات وبشكل يسن في دعم القطاع وتنشيط الاقتصاد وتشغيل عمال المياومة هذه الخطات تستهدف تحفيز قطاع الإنشاءات وتجنيبه التحديات التي فرطتها للأزمة الحالية خصوصا على الشركات المتوسطة والصغيرة ووضع خطة لإدامة هذا القطاع وتحفيزه بعد الخروج من الأزمة إن شاء الله حيث أن قطاع الإنشاءات مرتبط بعشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى التي ستستفيد من استئناف العمل مما يسهم في تحقيق الدورة الاقتصادية ويحافظ على فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع وقد استأنفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الأسبوع الماضي عدد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية كالطريق الصحراوي البحث السريع بين عمان والزرقة جسور البحر الميت طريق الحدلات وأيضا مستشفى لسعاف والطوارف البشير مع الالتزام بتعليمات الصحة العامة ومتطلبات وزارة الصحة ووزارة العمل في الدليل 11 و12 بخصوص استئناف العمل في مشاريع القطاع الخاص والعام المشغل للعمالة والمهن الهندسية والاستشارية فقد بدأنا باستقبال طلبات استئناف العمل للبدء بدراستها وتقييم بعدها عن التجمعات السكانية وماذا مطابقتها لشروط التي تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة العمل أولا المشاريع الحكومية العطاءات والمشاريع التي تقررها الحكومة حسب الأسس الموضوع على استئناف العمل التدريجي بما يلبي السلامة العامة والسلامة الصحية ضمن الدليل المعتمد للحد من تجار فيروس كورونا ثانيا المشاريع الانشائية في القطاع الخاص سيستنى في العمل الأسبوع القادم للمشاريع التي تحقق الشروط التالية أن لا تقل نسبة الإنجاز عن تسعين بالمية وتدرج للعمل في المشاريع الأقل إنجازا نسبة مساحة المشروع إلى عدد العمال لا يقل عن أربعين متر مربع للعامل أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية في المشاريع عن خمسة وسبعين بالمية تقديم الفعاليات المنوية تنفيذها في المشروع مع برنامج زمني للتنفيذ موقع المشروع بالنسبة للتجمعات السكانية والمرافق الحيوية تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا للعاملين في المشاريع أن يكون المشروع ملتزم بمتطلبات الجهات التنظيمية الرسمية الالتزام بأوقات الحظر المعلنة ثالثاً قطاع العمل الهندسي والاستشاري ألا يزيد الكادر عن خمسة وعشرين بالمية من كادر المكتب الهندسي وبحد أدنى ثلاث عاملين نسبة مساحة المكتب إلى عدد العامي لا تقل عن خمسة عشر متراً لعامل الواحد يتم تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني لوزارة الأشغال العامة مرفقاً بالأسماء تمهيداً لإصدار التصاريح وأشير أخيراً أن هذه الخطة عملية تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص فقد تم التوافق على هذه الخطة وهذه الشروط مع نقابة المهندسين نقابة المقاولين ومستثمرين القطاع الإسكان وهيئة المكاتب الاستشارية والهندسية حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية وشعبه وشاء الله شدة والزول